مأساة ومعاناة ونقص في الخدمات بسبب انقطاع سر الحياة عن حي الحوراء في منطقة الاسكان الصناعي في الناصرية حيث لا زال هذا الحي بلا شبكة توصل الماء الصالح للشرب للأهالي منطقة حي الحوراء اللي قريبة على الاسكان المشكلة مالتنا انه ماء ماكو نعاني من مشكلة الماء الماء كل ما نطرق باب من المسؤولين يقول انه المنطقة ما بها لا مدرسة ولا مستوصف رحنا لعضاء مجلس محافظة رحنا للمجلس محافظة هذا كان جوابهم جوابهم التاني يقول لك ألا جمع مبالغ من الأهالي ونشتري أنابيب ونحن علينا العمل الأهالي وبعد انقطاع الماء عنهم اضطروا إلى مد أنابيب ماء بلاستيكية لمئات الأمتار علها توصل الماء لهم فيما لجأ البعض الآخر إلى نقل الماء بواسطة قناني بلاستيكية من أحياء أخرى ما شوف الصواندات مندودة تقريبا 300 إلى 400 إلى 500 وعينكم ما شوف الصواندات مندودة ناشدنا مجلس المحافظة ناشدنا دائرة الماء والمجاري ما سولنا أي حد تقريبا كل يالتين كلاثة يجينا الساعة بكلاثة بالليل حتى ولدنا قاعدين السهرون تقول لك خفا رأيتهم فإحنا نطالب المسؤولين بالناصرية وهذا الماء وجعلنا من الماء وكل شيء حي وتقول مديرية الماء أن سياسة التقشف المالي تسببت بتوقف مشاريعها ولم تستثنى دوائرهم من التقشف رغم أهميتها وبانقطاع سر الحياة عن حي الحورة انقطعت آمال الناس بحياة هانئة بعد أن عجزوا من المطالبات والمناشدات من الناصرية غزوان الغزي الشرقية نيوز